السلام عليكم حبابي جاجة في الفرن جاجة 1.5 ملح 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 مطارد و الهريسة يفتح يرزق واحد جاجة من وزن كيلو و نص الحامض و الملحة ممكن ان تكون مغنص جاجة او جاجة كبيرة حسب افراد العائلة في الحمزيان جاجة تدخل فيها تسبيلة جاجة تجينش فما فيها ليدام لوالو تجي رائع على الناس صدقوني نغيره شوية من قوش دائما نغير الجاجة بالتغميره تجاج طاجين ندهنها بالملح و غادي نخليها على جانب عندي هنا المايونيز اللي سيبت أخيف المايونيز اللي ذات فيها بيضة و واحد جوج معلقة كبيرة متاع الزيت العود و معلقة صغيرة متاع الخل و قويها على الملح و قويها على البزار قويها على البزار و راست معلقة ه و راست معلقة متاع الملح و قويها معلقة متاع ملح و 1 غنط مغنص جوجي رائع على البنة لا استف جوجه على المايونيز نقوم باقي نضيف الضعطر نضيف الضعطر نضيف الضعطر نضيف الضعطر نخلط الخليط الضعطر يتمكن فخفت نضيف الضعطر نضيفها الضعطر لنضيف الضعط لاحقا اخبام نضيف الضعط تجربة جيدة و اتضع خالط في الصباح و دخلها ترتاح تحديث فى الصباح و تجربة جيدة طريقة طريقة زوينة يجب تتطيع اليدام لا يوجد اليدام نغطي المايونيس نغطي السلوفا و ندخل التلاجة ثلاثة البصلات نضيف دوائر و نضيف الملح و نضيف الملح و نضيف السلق اللي كي يبغي يخيزه ان كل هديوسة خيزه انا اللي الناس عندي ما كيبغوش لي يخيزه تكشيرش مكن ديروش. عادي نشد ديك البطاطا وعادي نستفها فوق ديك البصلة حتى نغطيقها ديك البصلة. البطاطا ما سلقوهاش بزاف باش متسافش لينا. خلي واشد دراسة يعني غين نسلقها. سلقوه المدة دي الخمسة دقائق فقط. فرشة فوق البصلة يعني نغطي ديك البصلة ما تبقى قاعد يعني. انتم ما زيدوا تخيزه إلا كانوا عندكم الوليدات كيف يخيزه. خذوا تورك يجيزوين بزافة الطبق. من بعد ما شفها فرسكا على البطاطا دابا غادي نشد ديك الدجاجة وغادي نحطها فوق ديك البطاطا. نغطي ديك الدجاجة وغادي نغطي ديك البطاطا ونغطي ديك الدجاجة. نزيد فوق منها تشي حاجة لأن ديك السلسة كلها تبطي ديك البصلة. وفوق ديك البطاطا إذا بغيتم زيدوا شوية ديك الزعتة من الفوق. وشي مع القنتع زيت العود. نخلقها بكك لأن ديك لاصوس كلها تبطينا في المول. وغادي نغطيها بالبطاطا. كوي صوعد غنزيد البطاطا ألمنيوم من الفوق. نضيف البطاطا ألمنيوم من الفوق. ونخلقها الفافان على عافية مهية لو نخلقها على المهل. نقص العافية ونخلقها على رحتها. من بعد مدخل الجاجة الفافان خليطها الطيب. محطة القيام بمعض الشوصة. لدينا العجين ديالبيتزا لبحصائبك بشبط البيتزا. وشطل الشوطة هالعجين ديتو في السلوفان ودخلتو الفريقو. ودعا باجبته. يعني ماشي لعبتها باش تصيبو الشوصة خذكم عندكم العجين الموارك. لديكم غير العاجين العائدي ديالبيتزا. تخارجو منه الشوصو يعني من لاشيقد خلقو شي. يستحق الجريبة نخرج من الكثير من الحويجات خبزة كبيرة أنصر وكبيرة نضيف الحشوة نضيف فرمج الحمر من الفوق نضيف نضيف العجين نقلبه من الفوق نبركب الأصبع نضيف جرارة نقطع العجين الزائد نضيف 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 الخشوب من الذهاب من اضيف نضيف طبعا من بعد احتليهم شوية اضافة وضع العطرية وضع العطرية وضع طون وضع وزيت وزيت ورسم وصفي نقطع العجن السائد نحن نقوم بمشاكل عجلي نقوم بحجية السفر نقوم بحجية داخل المفتاح لنقوم بحجية اليوم لنقوم بحجية السفر نقوم بحجية السفر سوف نشد و نعمر بذيك الحوش و ديك الحوش و رشاطت لي سوف ندير فوحة البلاستيكة و نخشيها في الفريق و نعمر بها الكيش يعني انا سوف سمعكم الفطور ديالي الفطوري المتواضع قبل عليا البنات سوف نزيد شو دي الفرمج من الفوق و سوف نصخر ديك القريصة و سوف نشد واحد العجين اخر و سوف نتلقه باش نغطي به بذيك الخبيصة بذيك القريصة مهم الله شيء كان خلقوه شيء احنا طبعك الله العيالات المغربية صراحات قات و كان بدعوه طبعك الله في الكوزينة يعني كان دخلوه لو ادي حاجة كان ستقوم صايبين بزرد الحويج مهم لا لي الضايا انا معايها لا لي الضايا سوف نتلقى العجين زينا بتلك و سوف نشد الشرارة و نقطع العجين على شكل دائرة و نغطي بهذه القريصة و نغطي بهذه القريصة و انها جندقى اصدقى مجرد حلبية و قمت بتلسون الغرب بحسب الهريسة تحتاج الهريسم حسب الضغط يبقى اقصد حيث اختيار الغربية و أصدقا انا مجرد إلي بحسب الهريسة الهريسة والأسسوجة يعطيك الوين دهبي نخلطه مزيان تكسف البيضاء مع الحليب مع الأسسوجة مع الهريسة نبدأ وندهنه نضيفهم بعدها بلا فرشيط نضيفهم بالفرشيط يجب ان يكونوا كي بايبو يجو هكي مشكلين يجو هكي مشكلة رائع يجو هكي مشكلة يجب ان تفهر يجب ان يكونوا كي طيبو سوف ندهنهم دا بردي كصفر بيضاء مع لسو الصوجة والهريسة ندهنهم الجوالب مزيان باش يجيولينا محمرين ومدههبين من الفوق ندهن البيضاء يجيولينا ملخص بزعزة من بعد ما دهنتهم ده بغادي ندف ده عليهم من الفوق لسو السوجة او الججلان او تخليهم هكك اللي بغايتو دك شي كي بقى لحسب الخطيئة الموضع نضيف المقاطع نضيف المقاطع خبيزات اللي صايفز كي يجي وراء عينا البنات عادي نشكلوهم دعبا بلا فرشيد ديالنا باش ما يتحلوش لينا من يكونوا كي يطيبو ومن بعد نتقبهم باش ما يتنفخش لينا من يكونوا كي يطيبو بقى نزوق فيهم بالفرشيد ديالنا دهنهم داك صفر البيض مع الحليب كي يجيونا مذهبين كي يجيو وراء عينا البنات صدقوني وقد خلهم الفرنة العافية مهيلة بعمل فوق تشترسهم عدنا بطم اللي تحت تحمروا لينا مرحبا 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 المترجم للأطباق المتحدث عن الطوارد المترجم للأطباق تم تحميل السلطير المترجم للتعليف المترجم للتعليف لا يقوم بإخلاء المعضاء ومشاهدة القريصات هذا الفترة المتوادي على شاركة معكم نتمنى أن تجربوا هذه الأشياء سوف نحلل معكم أنتم البنات ترى أن يأتيوا رائعين طبيعاً يشفشون وحوشون رائعين نتمنى أن تجربوهم حتى أمثل حتى الأشياء أتمنى أن تجربوه انا سنقطع معكم شوية ديال الججج هذا الججج لبنات كيستحق الجريبة وحد الماضاق لا يقاوم البنات يعني غوعة من قولش لكم يعني ناش مليدة يعني ذك الججج تبارك الله طايب من قولش لكم يعني ركي يدبوح ديتو ونتمنى منكم نجربوا هاد الشيوات وقبلوا عليا وصيام مقبول ان شاء الله بحولي الله لا يتقبل منكم الصيام والقيام هنا ودائما انا كنجب ليكم غيري ذك الشيلي كيكون بسيط في المستطاع ديال الجامعة انتم البنات شوفوا الججج تبارك الله يعني طايب من زيان اتمنى منكم تجربوا هاد الشيوة ويلعجبكم الفيديو الطرطجي ومع الاهل والاصدقاء وما تنساونيش حببتي ملي لايك ومالتعاليق الزوين للك تحفزني وكتخليني نزيد القدام ونركن قراجع التعاليق ديالكم وكان فرح مني كالتعاليق زوينين وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحولي الله اشتركوا في القناة